أهلاً ومرحباً بكم من جديد يمكن تابعنا مادة توعوية عن انتشار فيروس كورونا لو بتتذكروا في بداية انتشار فيروس كورونا كانت الحالات هي مخالطة كانت تسمع أنه في واحد اتصاب لأنه كان مخالط شخص مثلاً جاء من خارج السودان لكن الحالة الوصفة لنا في المادة التوعوية هي تدعى الانتشار المجتمعي وذي أخطر حالات الفيروس حالياً الموجودة في السودان ما يقارب 8889 حالة داء انتشار مجتمعي فخلوا بالكم من أنفسكم وخلوا بالكم من الناس الحواليكم ربنا يديكم الصحة والعافية ربنا صلى الله سبحانه وتعالى نرفع الوبادة عن السودان نحن وصلنا للفقرة الأولى من حلقتنا اليوم من برنابج 24 قرارات وهي حتكون عن لاب مختلف شوية نحن هنأخذه الليلة ونعرف تفاصيله ولماذا أنشئوا الفكرة منه ما هيكون ضيفنا عبر السكايب الأستاذ عبدالسلام الحاج هو صحفي ومصور ومدون تيفيو وعفوا يبدو أنه كان في البداية في مشكلة بتاع التيفيو لكن يبدو أنها حلت يعني حيكون معنا عبر التيفيو عبدالسلام الحاج طيب خلونا يتعرف عليهم إنه هو عبدالسلام مساء الخير مساء الخير عبدالسلام مساء الخير حسابوا أنا سيدنا أقوم معكم طيب صح صح شوية كده عبدالسلام ما يعلي صوتك شوية مساء الخير حسابي كيف الأحوال طمعا والله الحمد لله الحمد لله نحن مصوتين باك جدا والله والفكرة الجميلة كده اللي هنعرف تفاصيله كده يعني في أصناء حوارنا الليلة أكيد أكيد إن شاء الله ونعرفكم بريفت ديجتال لاب وليه إحنا عملناه وننتصم بعملنا في الناب كلها هنتعرف أكيد طبعا هي الفكرة اللي هنتكلم عنها الليلة في حوار رضي هي ريفت ديجتال لاب هي مؤسسة إبداعية تساعد الأفراد والمنظمات في إنتاج المحتوى الرقمي تجارب الـ VR والـ AR والرقمنة من تبكين الشباب وبناء معارفهم ومهاراتهم الرقمية القائمة على الفن والوصائد دي فكرة عبدالسلام الحاج بداية يعني ما مدى أهمية استخدام الوصائد المتعددة في العمل والإضافات أو الميزات اللي ممكن تضيفها أو نتحصل على من توظيف الوصائد كلنا عايزنا الجائز على الكورونا والرباط الواجهة للأعمال الناشا والأعمال اللي لا فكرة قاعدة حين تأتي أهمية الوصائد المتعددة والعمل عن طريق الإنترنت في ظروف صعبة مثل هذه عن طريق الإنترنت أنت تستطيع التواصل في مهامك وفي أعمالك بدون ما يكون فيه تأثير كبير على المجردات بغض النظر على الفريق بتاع العمل أو التيم بتاعك أو الموظفين هم موجودين وين؟ أنت تستطيع التنجز أعمالك تواصل المهام بتاعتك وتكون شخص منتج يعني كان في العمل أو في الأنشطة المختلفة بتاعتك فإن احنا شوفنا مؤسسات كثيرة انتغلت أولاين يعني بيجت تعمل الابتماعات بتاعتها أولاين بيجت تدير العمل بتاع المنجمين بتاع التاسكس بتاعتها بتاعتها بتكون أولاين بيستخدموا تطبيقات مختلفة مثل أسانا أو زي ماندي أو زي تريلو أو بيستخدموا صفتوير مختلفة حتى يديروا الاجتماعات بتاعتهم اليومية ومع الموظفين والعملاء بتاعتهم فأهمية الوسائة المتعددة هو الديجيطال في ظروف زي تساعدنا إنه نواصل أعمالنا وده العاصل بتاعت الديجيطال يعني إنه بغضل نظر عن ظروف المحيطة بتاعتنا بيقدر مواصل ونستمرها جميل طيب يعني عبدالسلام يمكن يكون إحنا يعني في بعض الحلقات 124 قراءة تكلمنا على التعليم الإلكتروني وفايدة تحديدا في الأيام دي وإنت زي ما أسلفت برضو الشركات اللي كان عندها القدرة إنها هي تمارس أعمالها عبر الوسائط أو إلكترونيا هي كانت الشركات السباقة حاليا وموجودة في السوق حاليا يعني فكرة ريفت ديجيطال لاب فكرة ريفت ديجيطال لاب جات من الحوجة بتاع الديجيطال في السودان السودان لوقت كثير جدا رغميا متواجد بصورة خجولة جدا فإنحنا الهدف الأساسي إنه جاينا نخلق جسر كده بيننا وبين الفجوة الرغمية دي نقدر نساعد المواطنين نقدر نساعد الأعمال نقدر نساعد الطلاب الدارسين الناس المشو عمالهم بصورة بسيطة إنه ينقلوا عمالهم دي ينقلوا حاجاتهم يكون أولاين فإنحنا بنتعامل في ثلاثة مسلسات هي مجال التكنولوجيا مجال الإبداع الكرياتيفتي والأرض يعني الثلاثة مسلسات ديجيطال لاب هو بتعامل من خلالها وبنعمل ثلاثة حاجات وهي نحن ننتج أعمال رغمية وصائد متعددة بننتج فيديوهات بننتج محتوى بننتج أفلام AR VR وبرضو بنعمل فيرشول تور يعني جولات رغمية برضو نحن ندرب بنعمل دولات تدريبية في المجال الرغمي يعني في المجال بتاع التصوير المجال بتاع الفيديو ايديتين والتصميم الويب سايت الأمن الرغمي الحقوق الرغمية دي كلها بنندي فيها دولات تدريبية عشان نقدر نساعد الناس إنه يديروا أعمالهم في العصر الرغمي الحاجة الأخيرة بنعمل التواصل بيننا وبين المؤسسات الموجودة في السودان عشان نقدر كلنا مع بعض ننهض بالمستوى وبالعمال بتاعتنا وتكون موجودة رغميا سهلة الوصول إليها في البحث أو في المعربة يمكن يكون يعني من خلال توضيح كده كل الناس اللي بتابعونا فهموا أو وضحت لهم فكرة ريفت ديجيتال لاب كده لو ملاحظين يعني الناس المتابعانة يا عبد السلام يعني شايفين كلمة أمنيات قديمة هي موجودة في الخلفية وانت بتتحدث كثير من هالناس يعني ممكن يكونوا ما عارفين أمنيات قديمة دي ما المقصود بها ونحن عندنا مادة فيديو بيوضح ما هي أمنيات قديمة نتابعوا مع بعض وبعد ذلك نجي راية نوصلين حوارنا اشتركوا في القناة 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 اهلا ورحبا بكم من جديد نحن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحث عنه، شافوا نوصلوا وين من أحلامهم وأمنياتهم ودي فكرة مشروع أمنيات، يعني عبد السلام هو بيكلمنا أكثر عن مشروع أمنيات قديمة يكلمنا أكثر عنه يا عبد السلام أمنيات قديمة هو مشروع بيبحث في الزاكرة بتاعتنا الزاكرة السودانية ويحاول أن يفتش أجوبة أنه لماذا نحن وصلنا للمرحلة السودان، الناس دائماً في أسانة يقول لك السودان زمان، الحلال الزمان، السودان الحصر الزهبي طيب، الحصر هو أنه السودان رجع لورا وبقى في الوقت الحاضر فهو مشروع بسيط جداً، ما مشروع أنا بلاي مشروع ناس كثيرة، ناس كثيرة مهتملة، وفي ناس كثيرة شغالين معي في المشروع الفكرة البساطة أنه المشروع عبارة عن بحث في دار موسائل للأرشيف في مجلة الصيبيان تم تأسي باعتبار أول مجلة للصيبيان المنشط في السودان والبطن العربي أساس السنة واربعين نبحث عن طريق أمنيات الأطفال الرسلوا للمجلة ونشوف أمنياتهم دي كانت كيف وهل يتحققت أو ما يتحققت فمن خلال الأمنيات دي ندخل نشوف أن يجتمع التغيرات الحصل فيه وشنوه والتدخلات بتاعت الأسر، بتاعت الأهباء، واهتمام ذاته في الفترة دي يعني شكل البحث ذاته عامل كيف يا عبد السلام يعني أنت مثلا الأطفال نحن يعني شفناهم في الفيديو هل أنت قدرت توصل لهم كلهم وشكل التدخل ذاته وشكل البحث ذاته كان كيف يعني أنت تواصلت معهم شفتهم حاليا شغالين شنو حاصل عليهم شنو الأسباب شنو خلتهم أنهم تبعد عن أحلامهم ونمنياتهم شكل التدخل بداية أنه سنبحث عن الناس ذاته الآن سبادين شغالين في البحث شغالين كامبين بالسوشال ميديا وبرضه أوفلاين يعني عن طريق مراسلات بنضرب تلاقونات لناس في نفس المنطقة وبرضه بالسوشال ميديا نشوف لو فيه ناس بيعرفوهم يوصلون بهم لحد اللحظة دي وصلنا لعشرة أطفال من الأطفال ذاته هم في مناطق مختلفة يعني في واحد في القبارك في واحدة في نيالة في اتنين في سينار في الخرطوم نجينا في المدرمانبر نجينا ثلاثة ساعين إنه نبحث ونواصل البحث نجد أكبر عدد من الناس ذاته وبعد ذاك نمشي نسألهم هل حقبوا أمنياتهم دي الكارير السلوية لذوان المجلة ولو ما حقبوا طيب يعني عبد السلام الأطفال ذي يمكن يكون لأنه أنت يعني أنتوا ختمي مجلات الصبيان وفيها التواريخ يعني تواريخ الإصدار الأطفال ذي الأعمارهم يعني حاليا يعني أعمارهم تقدر بكم يعني كلهم هم هما بين الثمانية وخمستاشر سنة أعمارهم تقدر بحوالي كم يعني حاليا حاليا أعمارهم بين خمسة وخمسة لخمسة وسبعين يعني أعمار كبيرة يعني هما يكون عندهم أحفاد وأولاد وأحفاد يعني فإنحنا بنقلالهم حنسألهم وحنمشي نصور معهم فيديوهات أعمار ونسألهم عن أمنياتهم القديمة دي الحصل لا شو وغير كده ليه هم يعني شايفين السودان دا السيك كده الحاجة اللي هم شايفين دا السودان اللي كان هم دايرنه لأطفالهم وليحفادهم فمن خلال الأسئلة دي ممكن نطلع بأجوبة إنه التغيرات حصلتهم في المجتمع جميل طيب يمكنكم في بداية كلامنا في بداية حوارنا إنت تكلمت عن ريفت ديجيتال لاب خلينا ناخد جولة كده في اللاب كده ونتعرف عليه أكثر فاللاب هو بتكون من أقساء مختلفة هس الحتة الموجودة فيها دا الانالوج أو الطريق ديجيتال زي ما نشوف هنا مجموعة كبيرة من المقتنيات اللي هي كانت في فترة من الفترات بتشكل الزاكرة الرغمية بتاعتنا بنحتفظ بها في الروادي في الهيدفون في التلفزيون الرادي التلفون الكاميرات بتاعت الأفلام في التايبرايت برضو عندنا هنا الريكورد ريكورد بلاير يعني في تسجيلات سودانية كثيرة يعني مسجلت بالريكورد بلاير في الخمسينات حالير القسم ده هو أشبه بالمعرض يعني أشبه بالمعرض يا عبد السلام أيوة ده إنه نحنا مدخل للناس إنه الديجيتال ما حاجة بدت أهسي يعني جزء كبير من الكاميرات دي تسال الصبب تطور حاليا نتطور بقيت كاميرات ديجيتال وبنلاحظ التطور بتاعه فإنحنا بنستصحب الماضي معنا ونمشي لقدامه ونبني عليهم من خلال المحتويات الموجودة دي كلها حاليا حاليا اتجمعت بقيت في حاجة صغيرة جدا ممكن بقيت في شاشة بتاع التلفون ممكن تحضر منه الفيديو ممكن تسمع الراديو ممكن تصور به ممكن تعمل الحاجات دي كلها بشاشة التلفونة فده التطورة اللي بيقوله عنه فبنستصحب المحتويات دي كلها معنا بنديها للناس وما ننسى الحياة القديمة ونشكر الناس الأنتجة الحياة دي ونستصحابه معايا لقدامه في العمليات بتاع الإنتاج في المحتويات فالديجيتال هو عملية بتاع التواصل يعني طيب يا عبدالسلام المشروع اللي تتكلم عنه ده بالتأكيد هو مشروع مكلف جدا يعني انه يكون في يعني لاب او معمل كده هو قادر على انه ينتج كل انواع المحتوى الرقمي بصورة عامة كده وبالتأكيد يعني معروف يعني معروف انه الأذوات الرقمية دي هي مكلفة جدا يعني بالذات الكاميرات والأجهزة بتاعت المنتاج اذا كانت ماكا وغيرك من الأجهزة يعني ده حياة مكلفة جدا انت لقيت دعم لقيت سنة لقيت تعاون من المجتمع والمنظمات في انك انت يعني تنشي هذا المعمل ولا هو كان بمجهود فردي أحيانا يعني نفقد الإشارة كده هو حاليا نحاول نرجع له كده نواصل معه الحوار نتاني يا عبدالسلام كده نحن مرات بنفقد الإشارة لما يكون في حركة يعني من مكان لآخر كده طيب مسامعيناس انت حاليا؟ سامعك طيب تمام نواصل حوارنا كده انه انت قلت بمجهود شخصي أو مجهود فردي ولا كل التأسيس هو بمجهود فردي؟ كل التأسيس بمجهود فردي وحاليا نحن دي دي كون خطوة بتاع البناء يعني ضربة البداية لو ما في واحد بدأ نحن ما بنقدر نواصل جدا نعم لو قولنا دي الحاي دي المحط عمت تبدأ ومط تبدأ ومط تبدأ جميل يعني أحيانا نحقد الإشارة كده نعم يا عبدالسلام يعني نحن نحاول ناخد لنا كده زي كادر سابت كده ما نتحرك منه عشان الإشارة تكون سابتة أو ما يكون فيه توتر في الإشارة كده يعني تضعف أحيانا وتقوى سامعني عبدالسلام؟ سامعني سابت واصل في حوارك واصل في كلامك فوالي دائما نحن نطفر التدقلات التدقلات عشان نقدر ننجز أي عمل من العمائنة تقدر تقدر أن أقدر أشوف الحكايات فالشغل السديتل ما مكلف تديك تقدر ما لانه هو محتاج أنك رهضة كبيرة تبدأ تنجز حاجات مستلفة فالتكاليف يتعطون بكل الحكومين فقط في الإنترنت ومأكد أن يجبها تقليم هذه فضو لأن الشغل من الإنتاج تبدأ تعود المساكلات أو الراف لا أصدق فسوما رجيبا فهذا حاجة لنا نعاملين لها في الناغية أننا نجزل الدكتل من الإنتاج لأن الإنتاج يجب أن نتباعه أعمال بالإنتاج ونستغل ويبسائل ونستغل 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 أخلام ونستغل أخلام ونستغل عشان تقدر تستمولينا من الشغل بتاعنا اللاف هو حالياً يتكون من ثمانية أعضاء في الفريق بتاعنا عندنا وعندنا 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 التمانية أعضاء يا عبد السلام يعني هم مجالات مختلفة يعني في تخصصات مختلفة ولكلكم انتم التمانية أعضاء قادرين إنكم تنتجوا محتوى الرقمي يعني في مختلف التخصصات هم عندهم القدرة في أن نشتغل عليها هم تخصصات مختلفة لكن بجمعهم في البيجيتال ميديا والعمل والإنتاج الرغمي فدي الحاجة المنائية ذات النقص إنه تنذب نجمع التخصصات المختلفة ونحصرها تبدأ التنكيج مع بعض الشغل يكون متكامل شكرا 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 تنذب البحث يعني المحتوى الناس بتكتب محتوى لكن يكون ناقص الخلفية بتاعت الموضوع ذاته لكي تستطيع تنتج مادة أونلاين لازم تحتاج بحث كثيرا لكي تستطيع تنتقل بالناس للمواطع التي تستطيع فيها ففي محاولات كثيرة يعني والشغل الأونلاين ذاته مجال كبير يعني ما بنقدر نحصره في مجال يعني فيه ناس بنتجوا محتوى فيديو فيه ناس بنتجوا محتوى فوتوغرافي وصور فيه ناس بنتجوا كتابة فكل واحد من ذلك عنده خصائصه عنده الطرق بتاعته بتاعته اللي بيتميزه من الثاني لكن يمكن تكون هي دي خصائصه أو الطرق اللي هما بيستخدمها أو في كثير من الأحيان بتكون يعني دي الأدوات المتاحة أمامه يعني هم يعملون يعني بما موجود أمامه أو متاح لهم يعني 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 يمكن يكون واحدة من الأشياء اللي انت ذكرتها في ريف ديجي تلاب أنه بتوفروا تدريب يعني هل بتقدموا فرص بتاع التدريب للشباب إنكم تدربون على كيفية صناعة المحتوى أيوة دي من الحاجات الأساسية إننا في ريف ديجي تلاب التدريب لأنه التدريب هو واحدة من اكتفات التدريب تتسب المهارات بصورة غير أكاديمية إنجم موضية في الجامعات يعني يعني فينا كبير المشتوى المقدم في الجامعات السودانية أو في المؤسسات العالية فنحن بنتجي إلى الخبرة العاملية مع الخبرة الأكاديمية التي عدنا نوصلها للناس بطريقة مصيفة وخبراتنا الشخصية غاضبة بأن نملكها للناس بيكونوا معنا متريرين في الله يعني ونحن زيان نقول التدريب الأغراني عنه أنه أنت ماكي أستاذك يعني إحنا كلنا عندنا معارف زيان نقولها للبعض عن طريق التجارب يدعثنا الممارسة التفاعل مثلا المعلومات العائلة يوصلها للناس كذين طريقة تجريباً جميل سؤال أخير كده يا عبدالسلام ريفت ديجيتال لاب مستقبلاً ريفت ديجيتال لاب مستقبلاً يعني مستقبل ديجيتال لاب ريفت تحديداً مستقبل ريفت ديجيتال لاب هو مستقبل العمل الرغم السوداني يعني حالياً بيشوف انه في زروف ديجات عمل صعبة بواجهة كل النار انتك في العالم كله لكن احنا برغم الظروف الصعبة ليه قدرنا نفتح اللاب ديجائنا في شهارة خمسة تحت الظروف الصعبة والحظر قدرنا نعمل بيرش والتور انه الناس كانت مفروض طيلي تحضر معانا اللاب ويشوف الاشتراع والتدفين جدروا يشوف الحاجة دي اونلاين دي حاجة تحت علينا التكنولوجيا وبالرغم الظروف الصعبة ما يدورنا حالياً برضي مواصلين في الشغل بتاعنا في الانتاج في التعامل اليومي بنستخدم بإدارة الشغل بتاعنا بنستخدم دي حاجة دي حاجة دي جيدين يا عبد السلام يعني أنا أتمنى لكم كل التوفيق والله إن شاء الله كده في ريفت ديجي تلاب وهي فترة عفواً فكرة مختلفة وقد تكون يعني ملهمة للكتير من الشباب اللي حابين انضموا لهذا الرقم إنه يكون في فكرة بتاعت إنه في ديجي تلاب أو أي مؤسسة شبابية تحديداً يكون عندها القدرة إنها تعمل وانلاين لأنها هي الأسرع والبيقاتية المطلوبة أكثر ويمكن يكون بتوفر كتير من الموارد أو المصادر اللي نحن ما محتاجين لها فالفكرة جميلة جداً إن شاء الله كده نحن نتمنى كل التوفيق لريفت ديجي تلاب بنشكر كتير عبد السلام الحاج صحفي مصور مدون صانع محتوى شكراً كتير شكراً لكم شكراً لكم